أهلا بحضراتكم من جديد أعتقد شفنا بالحصاد الكروي تاريخيا من أول متقالية كرة في مصر لغاية النهاردة الأهل يقف على رأس أنديت العالم في حجم التتوجات المتنوعة في كرة القدم ب142 بطولة وفي عدد الألقاب القرية يزحم ريال مدريد وإن شاء الله يوصله بإذن الله لكن أنتم متخيلين نادي بهذه القيمة وبهذا القدر في البطولات يفترض لجمهورنا أنه دا يكفيك الكلام أن أنت تفخر به وتسعد وتشوف أسباب تفوقه وتحترم قيمه وتقاليده لكن مع هذا ومهما كانت هناك أخطاء يبقى كثيرا كلام به بعض متلسانه السؤال المريب لمن الحقيقة وإحنا نتكلم باهتمام برضو في منطقة الجماهير وفي منطقة الحفاظ على علاقات الجماهير مع بعضها ودي المسئولية الأساسية الكبيرة عند كل السادة مقدم البرامج الرياضية المختلفة لاحظ وراعي علاقات الجماهير مع بعضها وأعتقد فيما سبق من أحداث دامية جدا كان المفروض يكون دا أكبر حدث يخلينا فعلا نرجع الكل راجع نفسه كبتن أحمد حسان ميدو أباش مهندس وهو يتحدث عن الأهل وجدول الأهل وليه الأهل من عجاب الدنيا السابع احنا عارفين أن عندنا الأهرامات واحدة من عجاب الدنيا السابع لكن عند ميدو في عجيبة من العجاب نشوفها النزل بقى جدول الدولي برضو من ضمن عجاب الدنيا السابع اللي أنا مش فاهمها الأهل ما بيلعبش في اسماعيلية ليه يعني الأهل ليه ما بيروحش يلعب لإسماعيل في اسماعيلية برضو حاجة بالنسبة لي أنا مش فاهمها مش فاهم بعده مرور سنوات وسنوات آه ماشي الأهل ما بيلعبش في بورسعيد عارفين أن في مشكلة في بورسعيد وانما الأهل ما بيلعبش في اسماعيلية ليه وهو ده برضو لازم احنا حد يطلق لك ميدو واسط ميدو بيقولك يا زمالكاو لا اه زمالكاو بس أنا بقولك أن لازم يكون في عدالة زي ما في فنق كلها بتروح تسافر تلعب في اسماعيلية بتلعب ماتشو صعب الإسماعيلية في اسماعيلية ليه الأهل عنده يعني اللي عنده الحلاوة بتاعت الدنيا أنه هو ما بيروحش يلعب في اسماعيلية مش قادر أفهمها برضو يعني مخي بحاول فيه عاجات بحاول أفهمها وفيه عاجات في الكورة في مصر ما بفهمهاش نهائي بقالنا أكتر من عشر السنين والأكتر الأهل بلعب الإسماعيلي في اسكندرية في ملعب محايت ليه؟ نفسي عرف ليه؟ هذا سؤال يوجه لمن؟ أنت نفسك تعرف ليه؟ سؤال مريب هو مريب في توقيته كل ما هتيجي تلعب الإسماعيلي هتجد موضوع يزيد الاحتقان بينك وبالإسماعيل يا الملعب يا اللعبة يا مش عارف الانتقالات لازم يبقى فيه موضوع لإصارة حفيظة النادي الإسماعيلي السؤال ده بتسأله المين يا كابتن ميدو إجابته عندك ليه؟ هو الإسماعيلي ما بيلعبش في القاهرة مع النادي الأهلي؟ ليه؟ ليه؟ لأن الأهلي والإسماعيلي والمصري والأهلي ما بيلعبوش لابور سعيد ولا في الإسماعيلية ولا في القاهرة يبقى ليه؟ بتسأل مين هذا السؤال؟ وبتسأله ليه دلوقتي؟ وبيتباين كمان النادي الأهلي بيتجامل ما هو الأهلي ما بيلعبش في القاهرة هو أنت بتعتبر الملاعب ميزة؟ كما الأهلي بيفقد هذه الميزة والإسماعيلي بيفقدها بيلعبوا في أرض محايدة المشكلة يا أستاذ إبراهيم اللي بيننا وبين الإسماعيلي جات منين؟ كل بطولات الإسماعيلي في الدوري أو في الكاس كلها عبر تاريخه الفاينال مع الأهلي في مواجهات في مباراة فاصلة مع النادي الأهلي سبعة وستين المباراة الأخيرة في الدوري بالإسماعيلي اللي كسبها شيء للدوري خلاص؟ كل المباراة بعد كده مشت في أراضي الفاصلة في ملاعب محايدة بيننا وبين الإسماعيلي مرة في المحلة يخدها في الإسماعيلي مرتين في اسكندرية وهكذا كل المواجهات محلة واسكندرية أنت كاس مصر اتاخد من القاهرة من النادي الأهلي في وقت جامل فيه النادي الأهلي النادي الإسماعيلي كان حيلعبه 8 والإسماعيلي بصدد الانسحاب عايز يلعب الساعة 5 والكابتن صالح سأل هولمن قال ما فيش مانع لعبنا الساعة 5 وخسرنا الكاس وإسماعيلي عسوان أهد الكاس لكابتن صالح لما جات قزمة الكابتن أحمد حسن لما الإسماعيلي قال مئة ألف دولار اللي اتفعهم والأهلي اتفق مع كابتن أحمد حسن وبينكلموا تعالوا خودوا مئة ألف دولار رد الكابتن متحة الورداني يا ابن انت مش قلت مئة ألف دولار اللي اتفعهم اه انا قلت بس الزمالك مش الاهلي الكلام ده لما جاء المؤسس معين له عثمان في بيت الكابتن صالح مع متحة الورداني كابتن صالح سأل متحة الورداني انت قلت انا ادي لي الزمالك ما دووش للأهلي قال له اه يا كابتن كابتن صالح ادي قال له ما تزعلش مني الزمالك ما بينافسنيش الأهلي بينافسني قالها ليه اذا لان كل البطولات كت عبر هذه اللقاءات بطولات اسماعيل كت عبر مواجهات مع النادي الآلي فالاسماعيلي من هنا التنافس مع النادي الآلي خلق نوع من الحساسية استغلها البعض انه يسكب البنزين على النار في مكابرات فجة من ضمنها والآلي هو صعب القرار ما ما يبلعبش في القاهرة انت بتسأل السؤال ده المين يا كابتن بيتو وليه التوقيت ده طيب احنا عايزين كلنا نلتزم بأسباب منع الاحتقال كلنا كل اعلامنا شوف ايا لو كانت الفكرة المقصود انه الاهلي بيتجامل عشان لو راح للإسماعيلي فرص مكسبه اهل فلا تم وقف مشاركات الاهلي والإسماعيلي في الإسماعيلية وفي القاهرة لانه الاهلي منحقوا يقول لإسماعيلي ما بيجينيش القاهرة بس كمان حتى الزج بحطة الإسماعيلي والاهلي خلينا اقول لكم ببساطة اخر عشر لقاءات بين الاهلي والإسماعيلي قبل التوقق او قبل مجزرة بورسعيد قبل احداث بورسعيد بالضبط كان الاهلي بيروح للإسماعيل والإسماعيلي بيجي القاهرة تعرفوا ان اخر عشر مباريات للاهلي في الإسماعيلية قبل هذا التاريخ الاهلي كسب ستة الاهلي كسب اربعة الاسماعيلي كسب تلاتة وتعادلوا تلاتة يعني الاهلي اكثر فوزا على الإسماعيلي في الإسماعيلية من الإسماعيلي لو ميدوا فاهم انه مطلوب الاهلي يروح للإسماعيلية علشان يخسر النتائج كانت كبيرة كان فيه ستة صفر واربعة صفر والإسماعيلي كسب للاهلي في القاهرة هنا تلاتة صفر بس هي دي الفكرة انت ليه متصور انك عايز تقول ان الاهلي علشان ملعبش في الإسماعيلية فعنده ميزة قالها حتى عنده حاجة حلوة زيادة لا ده الكلام ده اللي انت بتقوله كمان وكان بحضور جماهيري فما بالك دلوقتي اللي ما فيش حضور جماهيري حالي اللي مايفرقش الملعب ده من ده يعني هو اسباب ليس من حقنا ان احنا نقعد كل يوم نتساءل فيها وبعدين انا افهم انه كل الاخوة الاعلاميين المفترض ان فيه معلومة فيه معلومة يعني الاسئلة دي ممكن يسألها عامة الناس لكن المعلومة لما يكون اتكرارت كتير على لسان المسؤولين هو مين اللي بيحط جداول الدوري ومين صاحب القرار هل الاهلي الطلب انه ملعبش في الاسماعيلية مع مراعاة والتأكيد على ان الاسماعيل ما بيجيش القايرة والمصري نفسه ما بيلعبش في بورسعيد المصري كل مبارياته حتى المصري والاسماعيلي كل مباريات المصري في بورج العرب او في اسكندريا هلوة حلوة النقطة دي مش اسبقت خص الاهلي ه lines والاسماعيلي ما بيلعبوش ميران ما بيلعبوش مع بعض في ملعبهم هي امور ليس صحش نتكلم فيها لكن نتكلم فيها المهندس ما زم مرزولة انه هو اللي كان حطي جدول الدوري وهو اللي يعرف ليه الاهلي ما بيلعبش مع الاسماعيلي في الاسماعيلية وما تنساش الاسماعيل ما بيلعبش مع الاهلي في القاهرة وده اللي قاله مازم مرزو هل من ضمن الأمور هل الأهلي مثلا طلب أنه لا يواجه الإسماعيلي في الإسماعيلية لا لا بص عشان برضه نزب يعني فيه أندية برضه تبقى عارفة أن القصص القصص دي مش قصة اتحاد الكهرة مش أنا اللي بنائي مين يلعب فين ومين يلعب فين أنا ببعث الملعب للأمن وبلعب ببعث الجدول والأمن ليه بعض الاشتراطات الأمنية أو ليه بعض الرؤية الرؤى الأمنية فبتحصل فالأهلي يلعب في إسماعيلية خلاص يابد من احترامها دي رؤية أمنية طبعا بحتها يعني أكيدا أنا لو عليها لعب الناس كلها لكن القصة مش قراري أنا لأن أنا يعني نظريتي هتبقى قاصرة لأنه ما عنديش الخلفيات باللي عند الأمن دي تصريحات برضو مهمة جدا لأنه بترد على أسئلة عند الناس كتير يا أنا ما عنديش الخلفيات بتاعت الأمن الأمن هو اللي عنده المعلومات وهو اللي بيحمي البلد دي لكن ما أنا أطلع أتكلم لما أنا أطلع أقول لا حيلعب الأهلي هنا واللي زمالك يلعب هنا أبقى أقول أي كلام يعني مش لأهلي ولا طلب أنه على فكر الأهلي ما طلبش خط الأهلي آخر حاجة يطلب لست جاية طيب أعتقد أن سيد مازين مرزوع عندما كان مسؤولا جاوب ولي حط الجدو ووضوح ألا مش قرار اتحاد رؤية أمنية من هذه الرؤية أيضا الإسماعيلي والمصري ما بيلعبوش مع بعض في منطقة القناة مش مسألة خص الأهلي أخوانا ما يلعبش بعواطف بس الجماهير وعواطف حتى المسؤولين في الإسماعيلي ما ينفعش أننا نزج ونحشر الفكرة دي في أزان المسؤولين في الناس إسماعيلي الأهلي ما نجدع ما يلعب في الإسماعيلي هيكسب وحيخسر هو دا السؤال وهيلعب في القارم على الإسماعيلي هيكسب وحيخسر هو دا السؤال لأنه جان بول سارتر قال لك الجحيم هو الآخرون المسال يا جماعة سيبوا الدنيا تهدأ فكرة تغذية الجماهير علشان أنا فاهم أن الأهل لو راح يلعب في الإسماعيلية فالمحتمل أن يخصف هنا الصالحي على فكرة ما فيش جماهير هنا أو هنا ما فيش جمهور فهل نستمر في الكلام ده وهل كلام ده يفضل مطروح باستمرار لتغذية هذه الجماهير ضد الحقيقة والحقيقة بينها يعني المفترض حتى عمت الناس متابعة وعرفة الأسباب خلت فليكن كلامنا بقى للجماهير يا جماعة هو الموضوع ببساطة شديدة هو ده من يلعب في الإسماعيل